أي رجاء أو أي يعني تعويض أو أي بركة لازم بيسبقها إيش توبي من فضلك تكلمنا عن الموضوع طيب أنا برضو هسيب يوئيل يقول لنا يعني هو في يوئيل يوئيل فعلا لأنه يوئيل لما بعد ما رسم الصورة دي في صحر الأول من 1 إلى 12 راح ابتدى يوجه الحديث بعد كده من عدد 13 بيقول تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة ولولوا يا خدام المسبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي في صحر 2 وعدد 12 يقول كده ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رقوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرقفة ويندم على الشر لو هقول الخلاصة بتاعت الفكرة بتاعت رسالة يوئيل هو بدأ بتشخيص مر أو بتشخيص الواقع المر وابنتهى برجاء عظيم وتعويضات هنجيلها دلوقتي لكن فيه كبري كده بيربط ما بين الحاجتين عشان كده أقولها بتعبير أقول لا رجاء بدون توبة بدون توبة الله ما عندوش استعداد يتصلح مع الخطيئة ومش هنقدر نجبره يبارك وإحنا مصرين على الخطيئة ودي فكرة الإنسان مش عايز يفهمها مش عايز يقبلها وبيحاول طول الوقت يهرب منها ويحاول طول الوقت يا رب باركنا يا رب انهي اللي بيحصل ده يا رب اتدخل لكن بنفضل نعمل كده وإحنا مش واخدين بالنا إنه فيه يعني أقول إيه فيه خراريج وجروح وصديد وخطيئة وشر في الحياة الزمن ده زمن توبة لازم يكون فيه توبة عايزين تعويض عايزين بركة عايزين فرح لازم يكون فيه توبة مش هينفع الله الله مش هينفع نجبره إنه سيبنا في خطيئتنا زي ما احنا بس باركنا والكتاب واضح في موضوع التوب التوبو لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب صحيح وستبقى أو سيبقى هذا القانون ثابتا ولن يتغير ليه لأجل قداسة الله المشكلة احنا مش قادرين نتخيل قدي احنا بنتعامل مع إله قدوس صحيح يعني أنا أنا بتكلم حتى عننا كمؤمنين وكخدام أوقات كتير يعني بتقل أو بتبهت فكرة قداسة الله قدامه نينا الله قدوس لدرجة إنه عيناه أطهره من أن تنظره إلى الجور يعني مجرد النظر إلى الخطيئة بيؤذي الله فعشان كده مش هينفع الله يتجاوز عن هذا الأمر مش هينفع وهنفضل طول الوقت في دوامة وفي ألم ووجع والبشرية فيها ألم ووجع كثير لأجل الخطايا التي لم يتوب عنها الإنسان أو لم يتوب عنها الإنسان طيب لو قلنا إنه الأشرار والبعدين عن الله وخلينا نستغل للفرصة التي نقول إنه كل شخص ليس له علاقة مع الله ويعيش في خطيئة ويصر عليها ويريد بركة الله مع خطيئة لن ينجح لن ينجح عشان كده يعني خليني كده أهمس في أذن وقلب كل حد بيسمعني حاسس بعدم بركة حاسس بواجع كثير جدا جزء كبير من واجعك وعدم البركة هو الاحتفاظ بخطيئة غير معترف بيها ولم تتوب عنها مش هينفع عشان كده بيقول لهم البسوا مسوح والولو ارجعوا ليبكي الكهنة آه لسه أقول كده طب ماذا عن المؤمنين ساعات إحنا بنشعر إنه إيه ما إحنا توبنا زمان لما جيت سلمت حياة المسيح وقلت له اقباني ارحمني أنا الخاطئ وطبت فخلاص أتصور إنه إحنا كمؤمنين في احتياج كبير لفكرة التوبة المستمرة أمام الله حياة التوبة اشتركوا في القناة